في الرياضيات الاميركية اتجاه الشرق الاوسط تتغير المعادلات والقرارات تتناقص التصريحات حيال سوريا يقابل النقصان هذا زيادة في عدد القوات على الارض في رسم جديد للمشهد تأثيراته محدودة لكن المراد منه ترسمه واشنطن عبر عجلات عرباتها العسكرية التي ازدادت في شرقي الفرات خلاصته باقون في سوريا ولن نرحل في المشهد الغباري شرقي الفرات تقول مصادر خاصة لتلفزيون سوريا ان الولايات المتحدة الاميركية زادت من عدد قواتها هناك مضيفة ان القوات الجديدة وصلت مع تعزيزات عسكرية الى المنطقة قادمة من العراق الذي يتحضر هو الاخر لانسحاب اميركي مرتقب والانسحاب ذلك سيكون الى سوريا وفق مصادر متقاطعة الجنود الجدد لواشنطن انتشروا في القواعد العسكرية الثابتة في شرقي الفرات قبل زيادة العناصر البشرية اخرى مماثلة تمثلت بدخول اكثر من مئة شاحنة عسكرية اميركية الى سوريا وتلك شاحنات تحمل معدات عسكرية ولوجستية ثم تحراك عسكري اميركي يتنامى في الشرق السوري فماذا تريد واشنطن من المنطقة لا سيما ان البنتاجون قال ان قواته باقية ولا تغير في خططها امام زيادة الوجود الاميركي في سوريا ثم تترقب لردة فعل الدول المنخرطة في سوريا من تركيا الى ايران فروسيا ما موقفهم وهل يحمل التحرك الاميركي اي رسائل للخصوم ام انه تأكيد البقاء لحليف محلي يخشى على نفسه من تكرار سيناريو اشرف غني على اراضيه